التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الأمرانية شريف الشربيني نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة التنزاني دوتو بيتكيو بحث اللقاء متابعة تقدم الأعمال بمشروع شد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية والذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك على نهر فيجي بدولة تنزانيا وأكد وزير الإسكان خلال اللقاء أن ما تم تحقيقه في هذا المشروع يعد إنجازا كبيرا في ظل التحديات المختلفة والتعقيدات الهندسية من جانبه أشهد نائب رئيس الوزراء التنزاني بالجهود المبدولة من التحالف المصري المنفذ للمشروع واهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية مشيرا إلى أن هذا المشروع من أسرع المشروعات التي تم تنفيذها في أفريقيا وأكترها جودا اشتركوا في القناة